موسيقى الرئيس سيسي يستعرض مشروع التجلل الأعظم بسيناء وتطوير القاهرات التاريخية وسكن كل المصليين انفجارات تهز شبه جزيرة القرم وموسكو تشير إلى عمل تخريبي وغموض بشأن إمداداتها العسكرية إلى أوكرانيا واشنطن تختبر صاروخا باليستيا عابرة للقرات وتقول إن الإطلاق يظهر جاهزية قوتها النووية الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرنش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى عقد الرئيس عبدالفتاح سيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصة مشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام بسيناء ومدن المنصورة الجديدة والعالم الجديدة وصواري فضلا عن تطور منطقة القاهرة التاريخية وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين أعربت مصر عن عميق تعزيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة حكومة وشعبا ولدوي ضحايا الفيضانات التي اكتاحت مؤخرا عددا من الولايات السودانية وأدت إلى وفاة وإصابة عشرات المواطنين وخلقت خسائر مادية كبيرة وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في هذا المصاب الأليم وذلك في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر أخوية وتاريخية راسخة مؤكدة ثقتها في قدرة السودان وشعبه الشقيق على تجاوز تلك الأزمة كما أعربت مصر عن خالص التعزي والموساه لجمهورية أرمينيا ولذوي ضحايا الانفجار الذي واقع بمركز تجاري بالعاصمة يريفان مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات وتقدمت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بصادق مواساتها لأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين ومؤكدة على تضامنها مع أرمينيا الصديقة في هذا المصاب الأليم وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السلع الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 483 قضية أمونية بمضبطات بلغت نحو 165 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 65 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السلع الرسمية فقد تم ضبط نحو 98 طن وفي مجال قضايا المخافز تم ضبط 761 قضية من بينها 145 قضية خبز ناقص الوزن و127 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلية فقد تم ضبط نحو 27 قضية بمضبطات بلغت نحو 151 طن أقمح محلية وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث قال الرئيس روسي بلاديمير بوتين أن الدول الغربية تحاول الحفاظ على الهيمنة من خلال تنفيذ سياسة الاحتواء وتقويض أي مسارات تنمية بديلة للدول الأخرى وخلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولية اتهم بوتين واشنطن باستعي لإطالة أمد الأزمة الأوكرانية وإشعال فاتيل النزاعات في أسيا وإفريقيا كما أنها حولت أوكرانيا إلى ساحة للحرب الوضع في أوكرانيا يظهر أن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد هذا الصراع هم يتصرفون بالطريقة نفسها تماما لتغذية احتمالية نشوب أزمات في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إن المحاولة الأمريكية المتهورة في تايوان جزء من استراتيجية هادفة وواعية لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة والعالم وإحداث فوضى فيه أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن عمليات بلاده في أوكرانيا مثلت نهاية لعالم أحادي القطبة وقال شويجو في كلمة خلال افتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي إن تعددية الأقطاب أصبحت واقعا وحقيقة وقد تحددت أقطاب هذا العالم بوضوح انطلاق على عملية الأسكريز الخاصة في أوكرانيا كانت رمزا لانتهاء العالم أحدية القطب والآن يتشكل عالم متعددة الأقطاب وهو يتميز باحترام جميع الحقوق لجميع الشعوب ونقشنا ذلك مرارا وتقرارا خلال الاجتماعات الماضية لمؤتمر موسكو للأمن الدولي والآن الوضع في العالم أسوأ مما كان في أهد الحرب الباردة أكدت وزارة الدفاع الروسية أن انفجارا وقع في مستودع ذخيرة ببلدة مايسكوي في شبه جزيرة القرم لكنه لم يوقع إصابات خطيرة وأرجعت الدفاع الروسية لانفجارا إلى اندلاع حريق في منطقة التخزين المؤقتة لمستودع ذخيرة هذا وأصيب مدنيان بجروح وفق ما أعلنه حاكم شبه جزيرة القرم انفجارات غامضة شهدتها صباح اليوم شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا وذلك في مستودع ذخيرة يتبع الجيش الروسي السلطات الروسية أعلنت توقف حركة السكك الحديدية وإجلاء نحو ألف شخص من قرية قريبة من المستودع العسكري عقب ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية إن الانفجارات نجمت عن أعمال تخريب وأظهرت لقطات بثها تلفزيون الرسمي الروسي اشتعل النيران في محطة كهرباء فرعية كما بثت تلفزيون لقطات انفجارات كبيرة قالت السلطات إنها نتيجة تفجير الذخيرة وكالة الإعلام الروسية أشرت أيضا إلى أن سبعة قطارات تأخرت كما تم تعليق حركة السكك الحديدية على جزء من الخط في شمال شبه جزيرة القرم مما قد يعرقل قدرة روسيا على دعم قوتها في أوكرانيا بالعتاد العسكرية تفجيرات لا تعرف الجهة التي تقف وراءها فيما لم تؤكد أوكرانيا أو تنفي رسميا مسؤوليتها عن الانفجارات إلا أن ضلوع كييف في الانفجارات ربما يظهر قدرتها على الضرب على مدى أعمق داخل الأراضي الروسية مما قد يغير من مصاري العمليات العسكرية المستمرة منذ ستة أشهر يبحث الرئيس الفرنسي مانويل مكران خاتفيا مع نظره الأوكراني بلودومير زيلنسكي اليوم الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية وذلك وسط تبادل اتهمات بين موسكو وكييف بالتصعيد بالقرب من المحطة وحذر زيلنسكي من خطر وقوع كارثة في محطة زابوريجيا قد تهدد أوروبا بأسرها ونشد المجتمع الدولي بضرورة فرض عقوبات جديدة صارمة ضد روسيا رغم التحذيرات الدولية من تدهور الوضع في محيط محطة زابوريجيا الأوكرانية لطاقة النووية تتواصل العمليات العسكرية بين موسكو وكييف بالقرب من المحطة مما يهدد بوقوع كارثة نووية وسط تبادل الاتهمات بالتصعيد بين الجانبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وفي أحدث تصريحات له حذر من وقوع كارثة في زابوريجيا تهدد أوروبا بأسرها وقال إن إصرار روسيا على استداف المحطة يعد أمرا استفزازيا زيلنسكي نشد أيضا المجتمع الدولي بضرورة فرض عقوبات جديدة صارمة ضد روسيا وعدم الاستسلام لما وصفه بالابتزاز النووي مطالبا القوات الروسية بالانسحاب الفوري دون أي شرط من المحطة والمناطق المحيطة بها روسيا من جانبها طالبت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالضغط على كييف لوقف الهجمات على المحطة النووية كما حذرت من خطورة أي زيارة تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفقد المحطة النووية عبر كييف الأمم المتحدة بدورها اعتبرت أن دعوات المسؤولين الروس للأمين العام أنطونيو جوتيرش بمنع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة المحطة أمرا مرفوضا لأن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تملك سلطة منع أو إلغاء أي أنشطة للوكالة الدولية باعتبارها وكالة متخصصة تعمل باستقلالية تامة مع تزايد وطيرة الصراع في زابوريجيا تزداد حدة المخاوف عالميا من وقوع كارثة نووية جديدة على بعد 500 كم فقط من موقع كارثة تشيرنوبل التي تعد أسوأ حادث نووي شهده العالم في عام 1986 مائة وستة وثمانين موسيقى قال وزير الدفاع الأوكراني أليكزي رينسكوف إن لاتفيا زودت كييف بستة مدافع هاويتزر أمريكية جديدة وأوضح ريزني قوب أن مدافع هاويتزر الجديدة بدأت بالفعل تظهر نتائج في ساحة المعركة معربا عن شكره لنظره اللدفية وسكان اللدفية على دعمهم المستمر لبلاده كشفت بريطانيا أن الأسطولة الروسية في البحر الأسود يجد صعوبات في فرض سيطرة بحرية فعالة مشيرة إلى أن دوريات تقتصر بشكل عام على المياه القريبة من ساحل شبه جزيرة القرم وأضافت الدفاع البريطانية أن أسطول البحر الأسود الروسي لا يزال يستخدم صواريخ كروز طويلة المدى لدعم الهجمات البرية لكنه يحتفظ بموقف دفاعي وأشارت الوزارة إلى أن فعالية أسطول البحر الأسود المحدودة تقوض من استراتيجية الهجوم الروسي الشاملة بسبب تحديد التهديد البري والبحري لأدسا إلى حد بعيد حاليا أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن أول سفينة تابعة للأمم المتحدة لنقل الحبوب غادرت من بيف ديني جنوبي البلاد وأوضحت الوزارة أن السفينة متجهة إلى إفريقيا محملة بنحو 23 ألف طن من القمح وتعتبر أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول في العالم المصدرة للقمح والذي تشهد أسعاره ارتفاعا كبيرا بسبب الأزمة الحالية قال نائب وزير البنية التحتية الأوكرانية إن بلاده يمكنها تصدير ثلاثة ملايين طن من الحبوب من موانيها في سبتمبر المقبل وأضاف الوزير أن أوكرانيا تلقت طلبات الوصول ثلاثين سفينة إليها في الأسبوعين المقبلين لتصدير الحبوب هذا وتراجعت صادرات أوكرانية من الحبوب منذ بدء الهجوم الروسي في الرابع والعشرين من فبراير وأغلقت موانيها على البحر الأسود وبموجب اتفاق بين موسكو وكييف تم فتح ثلاثة مواني على البحر الأسود الشهر الماضي الأمر الذي جعل من الممكن إرسال مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى المشتري قالنا وزير الخارجات الفنلندي بيكا هافستو تخفيض عدد التأشيرات السياحية التي ستصدرها فنلندا لسائحين الروس وقال هافستو أن الوزارة وضعت ألية للحد من إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروسة كان الرئيس الأوكراني فلودمير زينيسكي قد دعا في وقت سابق الدول الغربية لمنع جميع المواطنين الروس من دخول أراضيها معربا عن رغبتي في أن يشمل الحضر الروسي الروس الموجودين بالفعل في أوروبا قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك أن نموذج ألمانيا المعتمدة على روسيا في الطاقة فشل ولن يعود وأكد وزير الاقتصاد الألماني أن الأسرة الألمانية تدفع نحو 500 يورو إضافية سنويا مشيرا إلى سريان رسوم إضافية شهرية من أول أكتوبر حتى أبريل 2024 في مسعى لمساعدة شركة يونيبر أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا ومستوردين آخرين في مواجهة زيادات حد في الأسعار أعلنت مولدوفا عدم قدرتها على سداد تكلفات مخصصات وردات الغاز الروسي مع بلوغ أسعار الغاز العالمية أرقاما قياسية وأكدت مؤسسة غاز مولدوفا أن الأسعار الجديدة التي أقرتها هيئة تنظيم السوق لا تغطي سارة الاستراد وسارة النقلة وسيأدي ذلك إلى ارتفاع الفواتير غير المسددة بما يقرب من 200 مليون يورو أزمات عدة توجهها القارة الأوروبية في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفي صدارة هذه الأزمات تأمين إمدادات الطاقة وتوفير الغذاء مولدوفا واحدة من الدول الأوروبية التي أعلنت عدم قدرتها على سداد تكلفة وردات الغاز الروسي مع تسجيل أسعار الغاز العالمية أرقاما قياسية مؤسسة غاز مولدوفا قالت إن عدم الوفاء بالمقصصات المالية للمورد الروسي جاز بروم من شأنه أن يؤدي إلى انقطع إمدادات الغاز الواردة إلى البلاد في الأيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل وطلبت مؤسسة غاز مولدوفا الحصول على تسهيلات مالية من عملاق الغاز الروسي والقبول بإعادة جدولة المدفوعات وأكدت المؤسسة أن الأسعار الجديدة التي أقرتها هيئة تنظيم السوق لا تغطي سعر الاستيراد وسعر النقل مما سيؤدي إلى ارتفاع الفواتير غير المسددة بما يقرب من 200 مليون يورو حتى نهاية هذا العام هي ظروف اقتصادية صعبة لا تواجه مولدوفا فحسب بل أيضا معظم الدول الأوروبية ولكن بجوانب مختلفة طالما تواصلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهدت أسعار الوقود بجميع أنواعه ارتفاعا ملحوظا في لبنان بالتزامن مع استمرار الزيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية وتم تسعر الوقود بشكل فوري مع التغيير في سعر الصرف يذكر أن مصرف لبنان المركزي اعتمد سياسة جديدة لتسعر البنزين ليتم احتساب 70% من السعر وفقا لمنصة الصرافة الرسمية فيما يتم اعتماد 30% من السعر وفقا لسعر السوق غير رسمي والذي يفوق السعر الرسمي بنحو 6000 ليرة للدولار الواحد أكد البنك المركزي في بنزولا أنه تم بيع ستة أطنان من الذهب بحلول يونيو من عام 2022 حسب ما أثارت الميزانية العمومية للبنك للنصف الأول من العامة وأشر البنك المركزي إلى أن كمية سباك الذهب بالبنك في نهاية النصف الأول من العام قد بلغت ما يعادل نحو 73 طن وهو أدنى مستوى في 50 عاما قررت مقاطعة سيتشوان الصينية التي تعد مركز الإنتاج الليثيوم تقنين إمدادات الكهرباء إلى المصانع حتى يوم السبت المقبل وذلك وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية في وقت تؤدي فيه موجة حر إلى ازدياد الطلب ونضوب المياه في الخزانات هذا وأكدت إدارة الأرصاد الجوية الصينية أن درجات الحرارة تجاوزت في المقاطعة 42 درجة مئوية منذ الأسبوع الماضي وفي بيانات على موقع البورصة الصينية أعلنت عدة شركات منتجة للألمونيوم وأخرى منتجة للأسمدة تعليق الإنتاج أعلنت وزارة الدفاع التايواني أنها تعقبت 30 طائرة عسكرية صينية وخمسة سفن في جميع أنحاء البلاد حتى الليلة الماضية ونقلت صحيفة تايوان نيوز المحلية عن الوزارة قولها إنه من بين 30 طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الصيني عبرت 14 طائرة صينية خط الوسط لمضيق تايوان يتي هذا مع إعلان قيادة المسرح الشرقي لجيش الصين أنها ستبدأ جولة جديدة من الدوريات المشتركة والتدريبات القتالية في المجال الجوي والبحري حول تايوان وذلك ردا على زيارة مفاجئة لخمسة مشارعين أمريكيين بقيادة السيناتور إدماركي أكد الجيش الأمريكي أنه أجرى اختبارا لصاروخ باليستية عابر للقارات تأجل إطلاقه لتجنب تصعيد التوتر مع الصين وأكد الجيش الأمريكي أن الاختبار يظهر جاهزية القوى النووية الأمريكية ويوفر الثقة في مدى فتك وفعالية الرادة النووية للولايات المتحدة أعلنت الصين فرض عقوبات على سبعة مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان شملت عقوبات الحكومة الصينية ممثل تايوان في الولايات المتحدة وأحد السياسيين ونائب رئيس البرلمان وكذلك بعض أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي تايواني لا يبدو أن الهدوء سوف يعرف طريقه إلى الصين وتايوان وفي وجه آخر للتصعيد بين الجانبين منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة قبل نحو أسبوعين أعلنت الحكومة الصينية فرض عقوبات جديدة على مسؤولين تايوانيين بزعم دعمهم لاستقلال الجزيرة العقوبات الصينية شملت ممثلة تايوان في الولايات المتحدة وعددا من الشخصيات السياسية والبرلمانية وبعض أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني العقوبات تضمنت منع هذه الشخصيات وأسرهم من دخول البر الرئيسي للصين ومناطق هونج كونج ومكاو الإدارية الخاصة كما لن يسمح للشركات والمستثمرين المرتبطين بهم بالعمل في الصين وفي ردها على العقوبات أكدت رئيسة تايوان ساي إنجوان على أن الاستقرار بمضيق تايوان مهم لاستقرار سلاسل التوريد العالمية للمنتجات عالية التقنية يأتي ذلك فيما قالت وزارة الخارجية التايوانية إن تايبيه لا تخضع للتهديدات وكانت الصين قد فرضت من قبل عقوبات على رئيس حكومة تايوان ووزير الخارجية ورئيس البرلمان تأتي العقوبات بعد زيارة بيلوسي لتايوان الشهر الحالي ثم زيارة وفد من أعضاء الكونجرس منذ يومين للجزيرة فيما ردت الصين بالإعلان عن إجراء تدريبات عسكرية شاملة حول تايوان وصفتها بأنها رادع للخدعة السياسية التي تقوم بها واشنطن وتيبيه على حد تعبيره قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إنه اتفق مع نظيره الأمريكي لود إيستن على التعاون للرد على أي موقف فيما يتعلق بطايوان وجاء ذلك في اتصال الهاتفي بين وزير الدفاع الياباني ونظيره الأمريكي وأشار وزير الدفاع الياباني لأن توقي واشنطن يرغبان في تعزيز قدرات التحالف الياباني الأمريكي للردع وللمحافظة على منطقة المحيطين الهندي والهادي آمنة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة وكوريا جنوبية واليابان شاركت في تدريبات حول الدفاع الصاروخي قبالة سواحل الهواية وذكرت الوزارة أن التدريبات أظهرت التزام الدول الثلاث بالاستجابة للتحديات التي تشكلها كوريا الشمالية وحماية الأمن المشترك وتعزيز النظام الدولي نحو مزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة التهديدات المختلفة هكذا يبدو عنوان التدريبات العسكرية المشتركة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة وضمت حليفيها الياباني والكوريا الجنوبية في جزر هواي بالمحيط الهادي وزارة الدفاع الأمريكية قالت أن التدريب المشترك الذي جرى في الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري تضمن التدريب على الإنذار الصاروخي وتعاقب الصواريخ الباليستية في المحيط الهادي وأضاف البيان أن القوات المشاركة في هذه التدريبات تبادلت المعلومات والبيانات التكتيكية وفقاً للاتفاقية الثلاثية بين واشنطن وتوكيو وسول لتبادل المعلومات تدريبات عسكرية تأتي على وقع تحديات متزايدة تشكلها كوريا الشمالية والصين حيث تقوم الأولى بتجارب صاروخية متوسطة وبعيدة المدى الأمر الذي يعتبره حلفاء واشنطن تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي على الجهة الأخرى تأتي هذه المنورات في خضم التوتر بين الصين وتايوان عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي للجزيرة الأمر الذي اعتبرته بكين تهديداً لأمنها ودفع جيش التحرير الشعبي الصيني لإجراء تدريبات عسكرية حول المياه والمجال الجوي لتايوان وتأكيد بكين بأنها ستحمي بشدة السيادة الوطنية للصين والسلامة والاستقرار عبر مضيق تايوان بأية وسيلة ضرورية دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو جميع المواطنين إلى التحلي باليقظة والحذر في مواجهة التدعيات الأزمة الأوكرانية ووباء كورونا مشيراً إلى نجاح بلاده في السيطرة على كورونا مع استمرار تنمية الاقتصاد جاءت تصريحات الرئيس الإندونيسي في خطابه عشية يوم استقلال البلاد وأشار إلى أن الجغرافيا السياسية العالمية تهدد الأمن الإقليمي وأن الاقتصاد العالمي كان لا يزال في حالة تحسن من جائحة كورونا عندما بدأت العملية الروسية في أوكرانيا ما تسبب في مخاوف تتعلق بالغذاء والطاقة والمال في إسبانيا يواصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق إقليم مألي كانت الساحلية الشرقية والتي أتت على ما يقرب من عشرة ألاف هكتار وأكبر نحو ألف شخص على ترك منازلهم يذكر أن حريقين آخرين قد نشط في مقاطعة كاستيلون الشرقية وسرقستا الشمالية الشرقية وتم نشر أفراد من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية لمساعدة رجال الإطفاء في ممتهم أصدر المرصد الوطني الصيني تحذيرات بشأن ارتفاع درجات الحرارة في المقاطعات الجنوبية على مدى 27 يوما متتالية حيث ستبلغ أعلى مستوى لها خلال خمسة أيام قادمة وفي شنغهاي أطخم مدن الصين وصلت أعلى درجة حرارة إلى 39 درجة مقوية لمدة سبعة أيام متتالية وتم تسجيل جفاف شديد في التربة في مناطق الصرف في نهر أليانجتسي حيث انخفض بعدله طول الأمطار في المنطقة إلى أدنى مستوى له منذ ستين عاما قرر التحالف الوطني للعمل أهلي التنموي زيادة دعم أسر ضحايا كنيسة أبو صيفين بالجيزة بدعم نقدي بقيمة 25 ألف جنيه لأسرة المتوفي و5000 جنيه لكل مصابة ويأتي ذلك استكمالا لدعم التحالف لأسر الضحايا حيث يستمر التحالف بمؤسساته في التواصل مع أسر الضحايا والمصابين لبحث كافة سبل الدعم الأخرى اللازمة لتقديمها لهم حتى تجاوز تلك الأزمة انطلق المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور 346 مشاركا من 45 كيانا من 38 دولة حول العالم أكدت وزارة الهجرة أن التعاون مع أبناء مصر في الخارج يدخل ضمن استراتيجية الدولة للاستفادة من جهودهم في الداخل والخارج مشيرة إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر تتضمن ثلاثة محاور رئيسية اقتصادية وتعليمية واكتماعية بهدف التعرف على متطلبات واحتياجات المصريين بالخارج في ظل المتغيرات العالمية بما يضمن تلبية هذه الاحتياجات وتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن وللمزيد عن فعاليات المؤتمر ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد نرحب بك وضعنا في التفاصيل لديك نعم يوسف وميرفى التحية لكم بالفعل انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الكائنات المصرية بالخارج هذا المؤتمر الذي سبقته زيارات وجوالات ميدانية للمشاركين في فعاليات هذا المؤتمر هنا في العاصمة الإدارية الجديدة انطلقت الجلسة الأولى صباح اليوم وتم التأكيد خلال هذه الجلسة الافتتاحية عن اهتمام مصر بأبنائها في الخارج وطيور مصر المهاجرة للخارج والجلسات مقسمة إلى ثلاث جلساتها الجلسة الأولى كانت بعنوان المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقاري في مصر هذا بالإضافة إلى الجلسة الثانية التي هي الآن تتم وهي تحت عنوان خدمات الأحوال المدنية وتم استعراض كافة الاستفسارات من أبناء مصر والطيور المهاجرة في الخارج فيما يخص الأحوال المدنية وتم أيضا الإجابة عليها بشكل وافي الجلسة الثالثة التي سوف تكون بعد قليل هي جلسة خاصة بتطوير التعليم وأول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج إجمالا فعليات هذا المؤتمر مقسمة إلى ثلاث محاور هي المحور الاقتصادي وتم في استعراض التسهيلات التي تقدمها الدولة لأبناء مصر في الخارج للاستثمار بكافة أنواعه سواء استثمار عقاري أو استثمار تجاري أو استثمار صناعي في مصر هذا بالإضافة إلى المحور الثاني وهو المحور الثقافي وتم في استعراض مجموعة من الأنشطة الثقافية بالإضافة إلى الجولات التي سبقت وذكرتها بالإضافة إلى المحور الثالث وهو المحور الخدمي والذي يتم أيضا استعراض جهود الدولة من خدمات لأبنائها في الخارج تحدث مع عدد كبير من المصري من أبناء مصر في الخارج ومجرد شاهدوا تلفزيون المصري وشاشة القناة الأولى كانوا مهتمين جدا بالحديث لشاشة القناة الأولى والتحدث عن إعجابهم الشديد بما حدث في مصر خلال الفترة الأخيرة من تغيرات جوهرية تطور كبير في شتى مختلف مناحي الحياة وعربوا أيضا أن الصورة تصل لمصر هنا في الخارج بشكل كبير وعن سعادتهم الكبيرة أيضا بالاستثمار في الفترة القادمة في مصر نحن الآن نتابع جلسات هذا المؤتمر وفي انتظار الجلسة الثالث التي سوف تبدأ بعد قليل إليك يوسف ميربت في الأسطور الزميل أحمد الحسيني كنت معنا من العاصمة الإدارية الجديدة حيث المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج شكرا جزيلا لك تواصل لمؤسسة حياة كريمة فعليات مبادرة أنت الحياة بقرية قلهانة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم وتستمر حتى السبت المقبل وتقدم مؤسسة حياة كريمة العديد من الخدمات بالمبادرة منها التوعية والترفيه إضافة للخدمات الصحية والتعليمية ومسرح الأطفال وملتقى التوظيف والقافلة الطبية واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والمشورة الأسرية والتخطيف وورش عمل حرفية والتوعية بمخاطر الإدمان بناء الإنسان هو اللبنة الأولى لنشأة الحضارات والارتقاء بالدول ومن أجل ذلك أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة التي تعمل على توعية المواطنين وتأهيلهم فكريا وثقافيا وبدأت بالفيوم مبادرة أنت الحياة هي مبادرة تحت مظلة حياة كريمة هي مبادرة خدمية وتنموية وتوعوية تمام لأهالي القرى الأقصر احتياجا أو قرى حياة كريمة في محافظة الفيوم تمام هي فيها أنصطة مختلفة بتعاون جهات مختلفة نحن معنا ست جهات متعونين مع مؤسسة حياة كريمة تمام وكلهم تحت مظلة حياة كريمة بنعمل فعالية أنت الحياة مبادرة أنت الحياة تشمل عدة قوافل منها قوافل طبية ومنها قوافل خاصة بالمجلس القامل لمرأة ومنها حاجات خوفية خاصة بالشباب الرياضة ومن ضمن مقوافل الطبية طبعا اللي هي موجودين حاضرتك دلوقتي تخصصات أطفال تطعيم كورونا وفي بعض يعني وفي آياز ضغط وفي كشف تنظيم أسرة يعني قوافل شاملة بصراحة قوافل جميلة جدا وشاملة حاجات كتير وبهدف نشر الوعي بين المواطنيين بمختلف أعمارهم واهتماماتهم المبادرة تشمل عددا من ورش العمل التوعوية وفعاليات خاصة بتوعية المرأة والأسرة وقوافل طبية موسعة بالإضافة لأنشطة رياضية للأطفال وتتضمن أيضا عددا من الخدمات من استخراج لبطاقات الرقم القومي وكشف طبي مجاني أنا عملت الأول قطعت ورقة وطلعت فوق كشفت عند الدكتور وعملت الدكتورة حولني عملت تحليل وعملت تحليلات وجبت علاج أنا جاي أكشف لولادي على أساس أن فيه ناس جاءت مبارح وشكرت في الموضوع يعني وهي حاجة كويسة حاجة كويسة فعلا أننا نساعد بعضيتها تستمر المبادرة التي بدأت بمحافظة الفيوم حتى العشرين من أغسطس الجاري لتتنوع بها الخدمات والأنشطة والفعاليات بالإضافة للندوات والمحاضرات التثقيفية كريم بيبرس التلفزيون المصري قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن هذا العام سيشهد افتتاح 220 مشروعا بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في 181 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأوضحت الشركة أن هذه المشروعات من المنتظر أن تخدم أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف مواطن بقرى المحافظة وستحدث نقلة نوعية في مجال تنمية القرى مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات قد تخطط العشرين مليار جنيه نحن نتكلم دلوقتي في حدود أكثر من 220 مشروع متنوع في قطاع المياه والصرف الصحي تكلفتهم تتجاوز العشرين مليار جنيه متوقع إن شاء الله تعالى أنه منها آخر السنة دي إن شاء الله تعالى وبالتالي توفر خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لكل من هو موجود على أرض هذه القرى سواء داخل الحيز عمراني أو خارج الحيز عمراني طالما هو في الكتلة السجنية حلم من أحلام المواطن السهاجي تتحقق بشكل واضح دلوقتي عندنا في مصر تفقد محافظ الغربية طارق رحمي مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى نهطاي وسيمبو الغريب بمركز زفتة تضمنت هذه الأعمال مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي بنسبة إنجاز بلغت نحو 25% ونقطة الحماية المدنية ومركز الشباب ومركز تنمية الأسرة بنفس القرية وتشمل مشروعات المبادرة توسيعات محطة معالجة الصرف الصحي بنهطاي وإنشاء وحدة طب الأسرة بالنسبة إنجاز بلغت 85% ويبلغ عدد المشروعات حياة كريمة في مركز زفتة نحو 934 مشروعا في 54 قرية و88 مركز تابعا أهلا بكم من جديد وصلت مدرية الصحة في المينيا تنظيم القافلة الطبية العلاجية لأهالي قرية الهمة بمركز مطاي لليوم الثاني على التوالي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لمواطني المحافظة بالمجاني ضمت القافلة العديدة من التخصصات منها الأطفال والبطن والأسنان والجلدية والقلب والصدر تأتي هذه القوافل في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا معنا تخصصات النهاردة يلب وبطنة وأطفال ونسا وخدمات تنظيم أسرة وجراحة وجلدية وأنفو وزن وأسنان بالأضافة للدواء التسقيق الصحي معها معمل دم ومعمل بارا جهاز شعي إكس ري معيس أضالية بها كل الأدواء الخاصة بالتخصصات المذكورة الأدواء بيتم الصرفة مجانا الخدمة مجانا بيتم تحويل الحالات المحتاجة قارات نفع الدولة أو إجراء عملات جراحية للتأمين الصحي أو إصدار قارات نفع الدولة في المستشفى الخدمة مجانية من أول التسكرة تحليل شعيات الكشف الأدواء كل مجانا يسعى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة أسوان على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030 وتعود أهمية المركز التكنولوجي لتطبيق التكامل مع الرؤية المتفقة مع التحول الرقمي والتي تقوم على ربط جميع الجهاد بالمنظومة لمنع التضارب في البيانات يسعى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة أسوان على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030 ويعمل المركز أيضا على تحسين رحلة المتعاملين داخل المركز وتحسين تجربتهم وإشراقهم في اتخاذ القرار من خلال تعزيز صور التراحم المجتمعي وإيجاد مجتمع مشارك بفاعلية في التطوير ويستهدف للمركز التكنولوجي التحول نحو نقطة هامة تتعلق بالعاملين بالمركز وتحقيق بيئة عمل مناسبة وصحية مركز التكنولوجي ده واحد من 11 مركز بيقدموا الخدمات المحليات للمواطنين المركز مؤخرا نضمنا 11 مركز دول خمسة منهم تم إضافتهم العام الماضي بتكلفة تقدرية حوالي 30 مليون جنيه المركز 11 مربوطين مع بعض بيقدموا نفس الخدمات بنفس المستوى بنتموا متابعيتهم باستمرار نضفنا إلى ذلك كمان مركز تكنولوجي متنقل بيروح للقرى والمراكز البعيدة يقدم لها الخدمات المركز يعمل على تقديم مبادرات لجميع الفئات المتعاملة معه حيث ركز على التمكين والدمج والاندماج بهدف تقديم خدمات تتفق مع المعايير المخططة لها وأفضل الممارسات العالمية في التميز والشفافية والحوكمة كنا الأول بنتعب أن بروح نخلص مصلحة في الحكومة بلاجم معاملة زحمة والمكان مش كويس مش منصق إنما النهاردة الحمد لله يعني يجينا يجينا كل حاجة مزبطة وكلها والموظفين في أماكنهم والموعد مزبوطة وفي معاملة كويسة يعني أنا بشكر وسيادة الرئيس على كل الخدمات وكل الحاجات اللي عملها في البلد والموقع هنا منتاز وخدمات جميلة خالص والموظفين مهتمين دينا في أقصى سرعة بيعملوننا محتاجاتنا بحب بنشكر الرئيس على المجهودات المعمولة في المحافظة وهنا نظام جميل مفيش زحم زي ما كان الأول والموظفين جميل على أحلى دور وأحسن استكبار موظفين هنا خدمتهم حلوة وأي حاجة بنطبوها منهم بيلبوها يعني وأنا قبلت السيادة المحافظ بصراحة وجاعد يسمعني واللي طلبت الدهوني بصراحة يعني ما تأخرش عنه وتعود أهمية المركز التكنولوجي إلى تطبيق التكامل للرؤية المتفقة مع التحول الرقمي والتي تقوم على ربط جميع الجهات على المنظومة لمنع التضارب في البيانات وصرعة تقديم الخدمات على أعلى مستوى بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 30 مليون جنيه تمكن المواطنون في أسوان من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر عن طريق الربط مع 11 مركزا في مدن وقرى المحافظة صرح مصدر أمني أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية اليوم من مسؤول كنيسة الأنبا بشوي بالمينيا بتصاعد أدخنى وحريق بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة وتم على الفور انتقال قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح كما صرح المصدر الأمني أنه تبين أن الحريق نشب بصقف القاعة غير مستخدمة وبسؤال مسؤول الكنيسة وشهود الواقعة أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائية وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تأكيدا على توجه الدولة في دمج زوي الهمم أكد رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن تعين المعيدتين شيماء محمد وميار سامي بقسم الإعاقة البصرية بقلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف وذلك للمرة الأولى منذ إنشائها عام 2016 بعد تفوقهما وحصولهما على أعلى التقديرات خلال فترة الدراسة وتصدرهما أوائل الدفع وأشار رئيس جامعة بني سويف لأنه تم التوجيه بتوفير كافة وسائل الراحة للمعيدتين عقب تعينهما على درجة معاونة في كلية العلوم نحن عيننا اتنين من الطلاب وهم الأوائل على الدفعة وهم زوء عاقة بصرية تم تعينهم معيدين في كلية علوم العاقة ودي تجربة جديدة على الجامعات المصرية أن يتعين الناس عندهم عاقة بصرية في كلية في نفس التخصص ويبقوا إن شاء الله بداية أنهم يبقوا عضايا التدريس الادفة الكلية فيها الجانب الإنساني اللي هو ممكن يكون مفتقد في أي مكان تاني إنه ممكن الكليات التانية بتعامل اللي هو بعيداً بقى عن أنها الكلية اسمها علوم زوائح تيجات خاصة فبالتالي هي مهيئة لخدمتنا إحنا بشكل خاص في البداية سمعت عن الكلية أنها كلية فريدة من نوحة وكلية واعدة والحمد لله يا ربنا كلل صمر التعبي وكفاحي ونجاحي بوصلت اللي أنا وصلت له ده ونا فعلاً استحقل لنا وصلت له ده قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إن النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية والارتقاء بتنافسية المنتج المصري على رأس خطة عمل الوزارة وأضف أن الوزارة ستعمل على استعادة مكانة المنتجات المصرية وتطوير الصناعات القائمة وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المصري حالياً ومستقبلاً بحث وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع محافظة الغربية طارق رحمي منظومة التنمية الصناعية بالمحافظة وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لتنمية وتطوير قطاع الصناعة بكافة محافظات مصر والاستفادة من جميع الإمكانات التصناعية المتاحة والارتكاز على الميزة التنفسية لكل محافظة وهو ما يسهم في زيادة الطاقات الانتاجية ومن ثم زيادة معدلات مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب زيادة معدلات التصدير أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأن البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحولية والاستخراجية أظهرت ارتفاعا ملحوظا في شهر مايو 2022 وأكد الجهاز أن الرقم القياسي للصناعات التحولية والاستخراجية بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية قد ارتفع خلال شهر مايو بنسبة قدرها 3.91% وجه محافظة سهاج طارق الفقي باستمرار التنصيق بين مديريات التموين والزراعة ومباحث التموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لمزارع القمحة والتجار والموردين وتكثيف حملات الرقابة لضبط حركة تداول الأقماح والالتزام بالضوابط الخاصة بعمليات التوريد المزيد نتابعهم مع حضرتكم في سياق التقرير التالي وسط تيسيرات عديدة اتخذتها محافظة سهاج تتواصل عمليات استقبال الأقماح المحلية من المزارعين والموردين بشواني وسوامع المحافظة ضمن موسم التوريد هذا العام والذي من المنتظر أن يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري الحمد لله في سهاج ما زلنا مستمرين في استلام الأقماح المحلية وصلنا الـ 111.138 طن لغاية النهاردة وإن شاء الله سنستمر في الاستلام حتى نهاية شهر أغسطس تدامنا حوالي 15-16 يوم مستمرين في الاستلام لآخر يوم بعد كده أي مقصر هنتخذ الإجراء القانوني ضده مازالت المواقع مفتوحة في كل مركز فيه موقع تخزيني مفتوح بيستلم أمح مقدمين التسهيلات كافة للمزارعين أي مزارع بيورد الأمح بتاعه أو تاجر على طول مستحقاته بتطلع خلال 48 ساعة الصرف الفوري لجميع المستحقات المالية للمزارعين والموردين عقب الانتهاء من توريد الكميات المقررة أصبح آم ما يميز عمليات التوريد هذا العام بالإضافة إلى الفرز الجيد للأقماح والتي أثبت جودة محصول القمح المحلي هذا العام ما يبشر بإنتاجية عالية هذا العام والأعوام القادمة نحن في موسم استقبال الأقماح المحلية موسم 2022 الأقماح الانتاجية عالية الجودة مرتفعة جدا الحبوب ممتلئة نحن نقدم جميع التسيرات للمزارعين في عمليات استلام الأقماح المحلية من أول ما تدخل العربية الحاد لما يتم التفريغ على النقرة كما هو موجود في الصورة أمامكم طبعا أسعار الجمح المحددها وزارة التومين بأسعار ممتازة جدا ويظل التأكيد على ضرورة توريد كل كميات الأقماح المقررة طبقا للحيازة الزراعية أمر مهم أعلنته وزارة التموين لكل مزارع الأقماح هذا العام حتى يتمتع المزارع بجميع الميزات التي تكفلها وزارتي التموين والزراعة للمزارعين خلال المواسم الزراعية أنهت مؤشرات البورصة المصفية تعاملات جلسة اليوم على تباين لمؤشراتها وخسر رأس المال السوقي مليار واربعمائة وخمسين مليون جنيه ليغلق عند مستوى ستمائة وتسعة وستين مليار وخمسمائة وثلاثين مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر إي جي أكس ثيرتي بالنسبة اثنين وسبعين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى تسعة ألاف وثمانمائة وثلاثين واربعين نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس ثمنت متساوى الأوزان بالنسبة اثنتين وتسعين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ألفين ومئة وتسع واربعين نقطة وصعيد أيضا مؤشر إي جي أكس هندرد متساوى الأوزان بالنسبة ثلاثين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ثلاثة ألاف واربعين وستين نقطة أظهرت بيانات رسمية تراجعا في سوق العمل البريطاني حيث صارت الشركات أكثر حذرا فيما يتعلق بالتوظيف وواجه العمال انخفاضا قياسيا لأجورهم الأساسية عند تعديلها مع ارتفاع التضخم واستقر معدل البطالة في بريطانيا عند 3.8% بالقرب من أدنى مستوى له منذ نصف قرن انتهت نشرتنا وبقي تذكير بالعنون الرئيس السيسي يستعرض مشروع التجل الأعظم بسيناء وتطول القاهرة التاريخية وسكن كل المصريين انفجارات تهز شبه جزيرة القرم وموسكو تشير إلى عمل تخريبي وغموض بشأن إمداداتها العسكرية إلى أوكرانيا واشنطن تختبر صاروخا باليستيا عابر لقرات وتقول إن الإطلاق يظهر جاهزية قوتها النووية نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصرية شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء